السؤال الثاني بيقول ايه في موضوع مهم جدا رصدته من صفحات السوشيال ميديا وهي الام اي وام الزوجة ايه رأيها عيشي اللي رأيها عيشي زي ما كلنا عايشين كل بنتي بتشتكي من زوجها بتكون في نظر الثقافة بتاعتنا بتتدلع اللي زوجها بيدرابها وبيشتم واللي ليل ونقليه النهارة على القهوة سايب مسؤولية رعايته واللي مش بيصرف واللي بيخون كلها حاجات عادية من وجهة نظر الامهات وتضغط على بناتها بالاستمرار والنتيجة اسر غير سوية السقافة دي حلها ايه حلها شوية حاجات اول حل الكلام دوت وده حل مهم جدا 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 ان الناس لا تسمح بدا ترفض ده لما يحصل ان الناس في الغالب ترفض ده يعني اه والدتك بتقولك استحمله لكن ارفضي ارفضي الخيانة ارفضي العنف ارفضي هل معنى ان انا بقولك ارفضي ان انت بقولك اتطلاقي غالط الرفض لا يعني اطلاق الرفض يعني الافاقة ان انا افوق زوجي والافاقة مش لازم تكون بالصراع ولا بالعنف ولا بال لا الافاقة ممكن تكون بان انا ابحث عن المدخل المناسب ان انا ادخله منه محدش قال إن الست عليها أن هي تستحمل المهانة ولا الأذية ولا العنف لا محدش قال ده محدش قال إن اللي بترضى بعض السيدات لازم ترضى كل السيدات ومحدش قال إن ده إن السيدات ترضى بذلك يكون ده صحيح لا الأمهات مش محقة في ده مش محقة إن لو كان واحد سيء الخلق إن هي تقول لها استحمله سوق خلقه لا تقول لها تحط دماغها في دماغها كده ويفكروا إزاي يدخلوله عشان يبطل سوق الخلق ما تجيش لبنتك وجوزها بيشرب مخدرات ومه مدمن وبيئذيها وتيجي تقول لها مع السيدات كلها بتستحمل وفي رجالة ما مشربهش مخدرات وفي رجالة كويسين مع زوجته ليه بقى بتخلي بنتك مع صنف السيء اللي بيعيش حيارة ديئة لا يا ستي علمي بنتك حكمة جديدة إزاي تعمل إيه إن هي تتخول زوجها بالنصيحة وإزاي تقدر توصل لمعنى من المعاني يفتح قلبه لإقبال على الله ويسيبه من كل المحرمات دي سواء كان عنفه أو سواء كان مخدرات سواء كان ضربه كل ده حرام فعشان كده إيه اللي حاصل بدل ما تقولي لها اسكتي واستمري سعديها وقولي لها سعديه إن هو ما فيش بأن أدم مش عايزي بأنسان كويس بس سواء إيه المدخل إليه ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ادفع باللتي هي أحسن علميها تدفع باللتي هي أحسن علميها المدافعة المدافعة عن بيتها والمدافعة تدفع الشر اللي موجود في بيتها ده عشان على فكرة المشكلة مش بس إن الزوج بيعمل كده ومشكلة إن ده كمان بيترسب في نفوس الأولاد فلذلك إيه اللي حاصل لابد إن إحنا نمنع ده وممكن على فكرة يكون المدخل هو الأولاد مش إن الأولاد يروحوا يكلموا أبوهما عشان يتغير لا المدخل إن أولادنا ما يستحقوش ده مننا إن أولادنا محتاجين بيئة أفضل من كده إن أنت راجل رائع وراجل أخلاقك حسن ومن جواك طيب بس أنت بتعمل أشياء لازم تغيرها وأنا عساعدك واقف جنبك وعلى فكرة أنا ما نزلتش بالنظري بالعكس أنت عتزداد في نظري وعتزداد مكانتك عندي لو إنك أنت تغيرت كل ده مداخل يمكن أن تستخدميها في تغيير هذه الحالة أما المجتمع في أول حاجة قلنا الرفض تاني حاجة لازم نتكلم زي ما أنا بتكلم كده لازم كلنا نتكلم في الموضوع ده وإن دي ثقافة لابد إن هي ما تستمرش اللي هي ثقافة إيه؟ ثقافة إن إحنا من نفذت حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالماً أو مظلومة قال لو كيف أنصره ظالماً عرفت إزاي أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالمه؟ قال أن ترده عن ظلمه فإذا كان هو بيظلم وبيأذي نرده عن ظلمه بالمعروف بالقول الحسن مش نرده عن ظلمه بالصراع والصدام لا بالقول الحسن ادفع بالتي هي أحسن ترجمة نانسي قنقر